بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظم الجميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته إن شهر رجب هو شهر من الأشهر الحرم وهذا الشهر هو شهر الله ويأتي بعده شهر شعبان وهو شهر سيدنا رسول الله ولماذا سمي شعبان بشهر رسول الله قال العلماء لأن آية الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نزلت على الحبيب في شهر شعبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما عن شهر رمضان فهو شهر الأمة المحمدية شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله وكان سيدنا رسول الله يكثر من الصيام فيه قال أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم وفيه ليلة مباركة ألا وهي ليلة النصف من شعبان كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال إن الله ليطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح يغفر لجميع الخلائق في أرضه إلا المشرك لا يغفر له لأنه أشرك بالله والمشاح الذي بينه وبين أخيه شحناء أو عداوة أو بغضاء أو خصومة وإليكم هذه القصة التي أوردها كتاب التاريخ والسير ورد أن سيدنا الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه كانت بينه وبين أخيه محمد بن الحنفية خصومة فأرسل ابن الحنفية إلى أخيه الحسن رسالة يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن الحنفية إلى أخيه الحسن بن علي أما بعد فأبي علي وأبوك علي وأمك فاطمة الزهراء وأمي من بني حنيفة وجدك لأمك رسول الله وجدي لأمي من بني حنيفة فإن وصلتك رسالتي فابدأني أنت بالسلام لتنال الخيرية والسلام انظروا إلى أدب الكبار انظروا إلى أدب الذين تربوا على مأدبة رسول الله فلما وصلت الرسالة إلى سيدنا الإمام الحسن بن علي سارع وبادر بالصلح مع أخيه محمد بن الحنفية لأنه أراد أن ينال الخيرية كما أرادها ابن الحنفية له هكذا تكون الأخلاق لابد أن ننهي ما بيننا وبين الناس من خصومة واسمعوا قول الله جل وعلا في القرآن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ربما يقول البعض أنا أحسنت إليهم وهم أساء أحسن مرة أخرى ولو عاد بك الزمن مرات ومرات يجب عليك أن تحسن ليست العبرة أن تحسن إلى من أحسن ولكن العبرة أن تحسن إلى من أساء إليك هذه ليلة تأتي في العام مرة ليلة النصف من شعبان يطلع الله فيها على الخلائق ينزل مولانا جل وعلا إلى سماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان يقول هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ نادى وقد نزل الدنيا بلا شبه سبحانه عن صفات الخلق كلهم يا راغب النعم يا راهب النقم يا سائلا كرم ينهلك الديم إلي يولي وعن غيري تولى وكن عبدي أصير لك الدنيا من الخدم ولا تغرنك الدنيا وبهجتها فإنها والذي فيها إلى عدم هي المتاع قليلا فانيا أبيه تبيع حظك في الأخرى من النعم صم لله في شعبان وقم لله في ليلة النصف من شعبان وقل يا ربنا وقفنا ببابك ولذنا بجنابك وتذللنا على أعتابك فلا تردنا خائبين واستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم ارحمنا إذا أهملنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر فلا أمل إلا في القاهر القادر الغافر الساتر يا من إذا وعد وفاء وإذا أوعد عفاء ارحم يا ربنا من هفاء وجفاء وشفع فينا الحبيب المصطفى واجعلنا ممن صفاء ووفاء وبالله اكتفاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته